مهاعطية أخصائية روحانية توقع عن طريق الفراسة عن طريق مهاعطية فقط أي حدا حابب يسأل أي سؤال شو دومين العمل هو توقعات بالفراسة فقط مهاعطية في إصابة جديدة ينتظرها العالم منذ زمن ودواء جديد للسرطان من منا لم يحلم بعلاج نهائي أو حتى بديل للكيميائي ينتصر على مرض السرطان الكل يتمنى ذلك حتما كثيرا وانتظرنا كثيرا أن يجد العالماء علاج فعال لمرض السرطان مهاعطية كانت تنبأت منذ فترة بعلاج السرطان من خلال بس مباشر على اليوتيوب ويبدو أن النبوءة أطبحت توقع أنا حكيت عنه حكيت عنه بشهر ست أو بشهر سبعة أنه بقى بسنة الـ 2024 أنا حكيت عليه من 4-5 شهر وهلأ في ناس عم ترجع بتعيد اللي أنا حكيته وكتر خير الله أنه أنا كنت أول من توقع بهذا الشي حيث أكد عدد من العلماء أن دواءا جديدا ثبتت فعاليته في التقليل من عدد الوفيات الناجمة عن سرطان المسانة قد يحل محل العلاج الكيميائي لأنواع أخرى من السرطان وبحسب صحيف الدليميل البريطانية وقد أكد العلماء أن الدواء الجديد المعروف باسم اتحادات الأجسام المضادة والأدوية ADCS والذي يتكون من أجسام مضادة مرتبطة بجزئيات متعددة من الأدوية المختلفة يقوم بتنفيذ هجمات شبيهة بالعلاج الكيميائي على الخلايا السرطانية ولكنه لا يسبب أثارا جانبية مثل تساقط الشعر والتعب والغسيان كما أكدوا أنه ضقيق للغاية ويستهدف الأورام دون الأضرار بالأنسجة السليمة لذلك يستطيع الأطباء إعطاء جرعات عالية منه وأظهرت أبحاث العلماء أن هذا الدواء يقالل من الوفيات أن جمع من سرطان المثانة بالمقدار السولس وقد أشاروا إلى أنهم يجرون تجارب في الوقت الحال لاختبار فعاليتها على سرطان الثدي وسرطان البروستاتا ويقول البروفيسور توماس باولز اختصاص الأورام ومدير مركز بارتس للسرطان والذي شارك في الدراسة هذا الدواء الجديد يمثل فصلا جديدا في علاج السرطان ويمكن أن يؤدي إلى التعافي منه نهائيا وأضاف العلاج الكيميائي يعد أداة حدة على جسم الإنسان فعندما يدخل العلاج الكيميائي لجسم شخص ما فإنه يدمر الخلايا السرطانية ويلحق الدرر بالخلايا السليمة وهذا يسبب أثارا جانبية مثل تساقط الشعر والغسيان وتابع باولز دواءنا الجديد قادر على استهداف الخلايا السرطانية مباشرة مع عدم الإدرار ببقية الجسم سيسمح هذا العلاج لمزيد من المرضى بأن يعيش حياة طبيعية نسبيا لفترة أطول والدواء مكون من أجسام مضادة صناعية تشبه تلك التي ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي ولكنها مصممة للبحث عن بروتين معين موجود في الخلايا السرطانية وتدميره ويعد سرطان المسانة أحد أكثر السرطانات شيوعا خصوصا بين الرجال ويسيب أكثر من 60 ألف شخص حول العالم سنويا ويغضع كثير من مرضى هذا السرطان نعملية جراحية جزرية لإزالة المسانة والأعضاء المحيطة قبل الانتقال إلى دورة العلاج الكيميائي إيران تبدأ بإنشاء جيش بمواصفات هائلة استعدادا لدخول السعودية والهدف للوصول لمكة المشرفة الصين تبدأ لحكم العالم بعد سقوط أمريكا الصين تبدأ لحكم العالم بعد سقوط أمريكا مشاكل روسيا وقوات اليمنية أيضا مرحبا سيكون حبيب قلبي بدي ألكون أنا هاي اللي تاني بيقلكون يا أنه قناتي عم تتعرض للهكر فبدي منكم الدعم رجاء 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 كثير توقعات ناس عم تسألني عليها ولكن أنا إذا ما شفت فيه دعم كثير قوي للقناة لأنه قناتي عم تتهكر وكان اليوم التهديد واضح وصريح وطبعا الكل بيعرف أي متوقع ناجح لازم يدخل عليه حدا فاشل ويبلش يهدده بتهكير قناته فأنتوا اللي بتقدروا هلأ أنه تقولي إياها لقناتي لحتى اللي دالني نزل وأنتوا الحمد لله رب العالمين شفتوا مزدقيتي ما بنزل توقع إلا بعد فترة بيصير وفيه كتير ناس بتدخل وبتقول إنه هذا التوقع سمعنا من عنده فلان وعلتان فكل واحد ناجح لازم يطلع له حدا يهبط معنوياته ولكن أنا سأتي بأله وبنفسي وفيه كن كتير كبيري تابعوا طوقعات جديدة